السلام عليكم وعدنا لكم مع انطباعات جديدة ومشوار جديد وانيمي جديد استكمالا لانيمي سابق بروتو خلونا نبدأ احب اعتذر اول شي ان الانطباع نزل بس بعد الحلقة الثانية لانا لما نزلت الحلقة الاولى كنت في دبي وما كنت قادر اصول انطباع مع زحمة الانطباعات وما صار في وقت قد قرب يوم الخميس فسروا لازم نجمعهم مع بعض فاعتذر منكم ارجوكم تقبلون مني عذري هذا بداية جدا صادمة يعني صدمت كل توقعاتي وامالي يعني في البداية نرى ابن نورتو بروتو في قتال مع شخصية غريبة وين فوق رؤوس الهوكاكي والقرية مدمرة كأن احنا نرى شيء مثل معركة بين بروتو يقول للشخصية الثالثة ما راح ترجع عن اللي قاعدة تسويه فارد عليه الشخصية الثانية وقال له ابتعد ولا برسلك حيث ارسلتو الهوكاكا السابع دق بريك وقف يا ولد الهوكاكا السابع ندري انه ناروتو وين تعال وقف شلون في قاب في فراغ ما بين ناروتو بروتو انتهى عنيمي ناروتو على زواج ناروتو من هينتا فيه شبترين مفروض يلصقون ببروتو فقالنا يكون بيقولون هي بداية بروتو احنا بداية ثانية لكن انتظر لازال في شيء غريب اعتقد بيكملونا قدام في الكام حلقة الجاية اللي هي نهاية ناروتو الحقيقية عالعموم صار اللي احنا نبيه صار اللي احنا نبغاه ونتوقع ان ناروتو يكون هو الهوكاكي القادم للقرية البداية هذه لفلاش باك تذكرنا نفس بداية ناروتو جزء الاول انواع الوامضات شيء من الماضي وشيء من المستقبل اذا من الماضي يسمونها فلاش باك من المستقبل فلاش فورد هل ما راح بده بفلاش فورد وامضات من المستقبل بعدين رجعوا الحين شي اللي كان يصير قبل ليصير الموقف هذا في ناروتو لا فلاش باك بعدين راحوا الى المستقبل استكمالا للأحداث كيف بدت القصة تتسلسل شخصية باروتو هنا نفس شخصية ناروتو الكل حانق عليها بسبب عفوياتها الزايدة وكيف انه بيكتسب صداقة الجميع ناروتو الكل كان حانق عليه لانه يرونه الشيء اللي خلف لهم الثعلب او طفل الشيطان يسمونه او حامل الثعلب هنا الكل حقد علي باروتو لانه يعتبرونه الشخصية المدللة الشخص اللي ما لا فضل والكل ساكت عنا فقط لانه ابن الهوكاقي قاعد يمشي على امجاد ابوه وهذا الشيء اللي هو كارها فيه فيلم في المنتصف سواه في ناروتو وبعد نهاية اللعبة عن باروتو يشرح لكم ايضا ليش باروتو مش قادر يتعامل معه بشكل افضل لكن ما انصر انك تشوف الفيلم الحين انتظر حلقتين ثلاث لان نتأكد الفيلم والشابترين اللي خلوهم لهم علاقة باروتو ولا خلص يفترض انك خلص يفترض انك فهم كل حاجة ننتظر هذا الشيء ويبين قدام شانو نوع التقنيات اللي قاعدة تظهر الحين في باروتو اللي قاعدين يوزعونها يورونك اياها ان استخدام الننجيتسو يعتبر شيء قديم الحين شيء للجيل السابق شيء للجيل العجوز يعني الحين حان وقت السلام التطور العلمي التطور التقني التطور الثقافي ليش لازم نتعلم الننجيتسو لكن في ناس يعني جابوا زي ابن صاحب الشركة حكية القطارات يقول لابنه من هنا خرج الرجال من هنا خرج العبطال لازم يكون واحد منهم هذا الشخصية يبغى يطور القرية يطور القوة بس بمعايير علمية اكثر من كونها ننجيتسو او ثقافية بروتو يبيدخل الاكاديمية لان امه وبوه هم اللي دفعين لهي شيء ولانه يبغى يثبت نفسه مب لانه فقط ابن الهوكاكي لكن جابين لك هنا في الالم ان النينجا ما عاد لهم وجود مهم يعني الحين الوجود العلمي والتطور والثقافة فالنينجا يعني كانهم الموضة القديمة في الحلقة الاولى شفنا الظل بنفسي يهاجم الفتر هذا وخلاه يصير شوي شيطاني تفعلت عين الرينيجن عند بروتو وطريقة تفاعله كان رائع وجميل لما تفعلت عين الرينيجن عند بروتو بمجرد ما رأت الظل هذا طريقة القتال هنا نرجع لطريقة القتال يستخدمها بروتو مع الشخص في الومضات المستقبلية كان شكلها جميل وفيها سيلز ولعانات فهل سيكون نمط القوة الحين في اشياء اهملوه اللي هو السيلز اهمالهم للسيلز كان قوي في الجزء نارتو اهمالهم ايضا للشكرة الطبيعية اللي هو استخدام الرمال والطين ما استغلت بشكل كبير وشوفنا في الحلقة الثانية هنا كيف سيتم استغلالها زي ما كنت لكم من طبعنا نارتو الحلقة الأخيرة في عناصر اهملات يفترضنها تستخدم الحين في بروتو السيلز من بينها العناصر الطبيعية من بينها السامونينج ايضا من بينها تايجيتسو يعني ما شفناه لمعاوكلي وقاي اكثر شيء هنا اعتقدنا راح تطلع لان بدها الانحين استخدام تقنيات العلمية هذا شيء جاء في الفيلم من قبل حاق بروتو هنا لمح في الفتى هذا اللي ابوصح بشكل القطارات انه يبغى يطور نفسه عن طريق العلم اكثر من الننجيتسو والقوة استخدام عناصر الطبيعة باقي استخدام السيلز واستخدام السامونينج خاصة ان السيلز راح يكون فيها سيلز من ناحية لعنات وفيه سيلز لا السامونينج فيه كائنات شريرة زي موندا لا تسوم موندا لكات مارو تشي مارو وفيه اشياء لا راح يكون تصارع قوي اما انه يكون الهدف زي ما شفناه في بداية الحاقة الاولى انه ناروتو يموت ويكون كيشي عاد من البداية ان الجيل الجديد رافض النينجا الكاتب هنا يزعل نفسه محك شوي قوي لانه اما انه يخليه من اقوى اشياء او انه يخليه لا مش من اقوى اشياء عشاق ناروتو اللي ما يدعو عن المعلومة هذه واعتقدنا غلبكم يهدري لكن من باب التوضيح عشاق ناروتو الانيمي هذا مش من كتابة كيشيموتو سينسي منقاكا ناروتو لا هذا من كتابة منقاكا اخر باشراف بسيط من كيشيموتو سينسي للحفاظ على اسم ناروتو بشكل قوي الاشكال اللي طلعت يعني ناروتو ما تم تركيز شكله كيف لما كبه بس انا قلت من نهاية ناروتو ان انا مش معجب بالشكل الكبير الشخصيات اللي طلعت في الانيمي في بعضها نادي هذي الطفل هذا يوجع المين وبنمين لكن ما راح اقدر اتكلم لان نشوف ربط ما بين اخر صفحتين او شابتر من المانجا الفيلم مع الانيمي لازم نسننش شوي يعني طلعت لنا شخصيات اللي واضح ابن تشيكمارو رجعت مثلا ينسى الاسماء معينش انا اعتذر منكم الطفل ابن صاحب شركة القطارات هذا ما عدي منين جاي اوابي اللي تقتل معاه انا ردته في الحلقة الثانية ايضا هذا ما عدي ابن مين فيه هالي اعتقد اسمه ايوجين ايوجين اي واضح جدا هو ابن مين لكن اترك لكم تكتشفونا مع الحقات الجاية شخصيتين في اخر اني من اردته التقوا يعني بدت العاطفة بينهم بشكل قوي الموضوع انكم عارفين ساردة ايضا توضحت في الفيلم لكن ما توضحت هنا في الانيمي فما اقدر اقول لكم ساردة هذي شقصتها البنت اللي شعرها بنفسي جي هذي برضو غريبة علينا ابن شكامارو واضح وهو ابن شكامارو من مين من تيماري هذي الشخصية راح يكون عندها تقنيات الضلال وتقنيات استدعاء قاوي يا شينو المعلم حقهم اللي في الاكاديمية معارفه منه شينو ليستخدم الحشرات خاصة التاقات اللي عنده توضح هالشي اوابي هاذي شخصية جبارة قويه لكن انه يركز على القوة وله يركز على العلم عشان كده ما تخرج وهو يقول ليش يعني الهوكاكي أثبت نفسه بالقوة ما نجح في اختبار الشنن ما نجح يعني نجاح نجاح في الأكاديمية كان فقط بسبب ثقة إركا سينسيفي فليش انتوا الآن تابوني أنا عمشي في طريق ما مشاه الهوكاكي طبعا الطريق اللي مشاهنا ردته واللي انت معترض عليه أوابي كان مختلف يعني كان مقته في حالة حاب وكان لابد من التدخل وكان لابد من التغاضي الحين نبغى نبني من الصفر فمو اللي قاعد تسوي هذا مو بطبيعي يعني فبارتو أثبت لهالشي نسخ الكاغابنشن اللي استخدمها بارتو أيضا مختلفة شوي لأن بارتو قال عنه مش إنسان يمشي على ظلال أبوه سوى نسخ الكاغابنشن بحث أنك لو جرحت النسخة الكاغابنشن راح تصمد في القتال أكثر ويقول ليه مش مجارد نسخ مني تتحكم بنافسها لا فيه شيء آخر يعني فيه تطورة تشوفة في بارتو أكثر استغلال التقنيات أكثر خاصة أنه جايبي لك وجودهم في الأكاديمية هو تعزيز للنينجيتسو أكثر لأنه زي ما شفنا في ناروتو ترى أقل بالقتال كان قتال مبادئ وعزيمة منه عزيمة أكوى منه رسالة أكوى منه اللي يبغى يوصل الهدف أكوى إن نينجيتسو ولا شيء خلاص يعني قرأ العيون الشارينغان عين الريقنغان أنا قلت مساء عن والد ناروتو براتو النارينغان لا بياكوغان أنا آذر تصحيح بياكوغان عيون الشارينغان عيون الرينغان الديمونز اللي داخل ناروتو اللي هم الكيوبي اللي تبين بعدين أن الطاقة خيرة واسمها كوراما السوبر باور تفوقت السوبر باور على النينجيتسو هنا جبيلك لأنه يبينوا نسوون تعزيز للنينجيتسو أكثر ننتظر الحلقة الجاي صراحة لكثير ساعة أن يشراك في بداية براتو أقول لهم صعب أني أقول لك أن أنيمي جبار مع أن مقاومات الأنيمي الجبار كلها موجودة فيه وصعب أقول لك أن البداية مخيبة ليس أن نحن نطعيم من شيء قوي فلنحن أقانب ناروتو شيء صعب لأنه يبادي من الصبر بجيل جديدة الحين بقوة جديدة بقصة وحبكات جديدة فاللي قالوا بداية مخيبة أرجوكم لا تقولون هالكلام البداية رائعة اللي يريد أن يقارن نهاية ناروتو ببداية براتو أقول أن طلمت الأنيميين مع بعض لأن هذا محطوط فيه مقاومات جديدة جيل جديد دماء جديدة أفكار جديدة وهذاك انتهى فيه قمة وذروة قوته فما فيه مقارنة فلا تأخذ هذا فوق ولا تنزل هذا تحت لازلنا نستمتع أوه ممتع هذا ما أريد فيه نقاش واحد اثنين وهو ممتع بداية مشوقة هوكيو بعضهم بيجيك يقولك بس تقاون بداية الكيوبي بالبداية هذه طيب بداية الكيوبي شفنا ش بيجي منها كيف تعرفتنا بداية الكيوبي بداية جبارة إلا لما مشينا قدام عشو حلقات عشو حلقات قدام مش أنا عارفين أردتو أو ثمان حلقات عارفنا بداية الكيوبي كانت بداية جبارة عطا فوصة في حلقتين عجوني ناس كلمون يقولوني بعد حلقتين البداية مش مشابهة البداية الكيوبي مش جبارة مثل البداية الكيوبي أنا ما عندي شيء يخليني أعزز الأنيمي ولا عندي شيء يخليني أذم الأنيمي البداية قوية انتهينا البداية ممتعة انتهينا كوميديا موجودة نعم تقنيات موجودة نعم عناصر جديدة موجودة نعم غموض جديد موجود نعم نعم، شي جباب يصير في المستقبل نعم، أعطى الفرصة الحين أنا صواحها وراهن عليه وواثق أنه بيكون شي قوي وبإذن الله بس أهم شي الكاتب الجديد يستمع لكلمات المشرف كشيموتو سنسي ويتوجه توجهات جميلة وجبارة وأنه هنكم نحن بيشوف شي عمل قوي جداً أنتظركوا في الأسبوع الجاي أيضاً يوم الجمعة اللي هو بكر ان شاء الله بعد صلاة العشاء سنسوي بث مباشر على حسابنا في اليوناو والصورة اللي شوفها قدامكم هو حسابنا في اليوناو سنسوي في بث مباشر حلقة تساؤلات من الانيمي بشكل عام سواء وان بيس، نورتو، دوغنبول، فيري تيل بليتش، بروتو كينغدوم، ماقي هندر اكس هندر، اللي تحب تسألنا فيه سنكون أيضاً حلقة التساؤلات بنظام الفيتو بحيث أن لو ما عرفت أجاوب أو ما عجبك إجابتي بنظام الفيتو بس أرجوكم أرجوكم النقاش كلها أحكم في إطار الانيمي فقط أن تظهركم بكا في البث المباشر الساعة ثمان بعد صلاة العشاء الساعة ثمان بالليل بتوقيت السعودية على حسابنا في اليوناو حسابنا في اليوناو تشوفها قدامك وبإذن الله إن شاء الله أحكم بث قوي وحلو وفي النهاية كلكم قولوا معي سبحانك الله وحمدك أشهد ولا إله الأنت أصحبك وأتوب إليك لا تنسون الشيئ واللايك وسبسكرايب نشوفكم موسيقى 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 موسيقى